ما الذي غير وجهة نظر الإطار التنسيقي؟ كما ذكر المراسل بأن الإطار طرح وجهة نظره هو النائب الأول لرئيس البرلمان وعد بتنفيذ هذه وجهة نظر الإطار التنسيقي يعني كانت بهذه السهولة ما كنتوا تتناقشون أنتوا كإطار تتناقشون مع الأطراف الأخرى حول هذا القانون ولم تصلوا إلى نتيجة خلال خمس ساعات حلت؟ يعني بداية بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولضيفك الكريم ولقناة تغيير الفضائية يعني واقعاً شننا نتمنى أن يكون هناك قانون وموازنة عامة للبلد وأن تكون هناك حكومة عراقية بصلاحيات دستورية كاملة مستكملة لكل إجراءاتها الدستورية خاصة بعد أن صار تقريباً أكثر من سبعة أشعة لنتهى هذه الانتخابات فبالنتيجة كنت نتمنى أن تكون لدينا هناك حكومة دستورية بموازنة دستورية لكن للأسف الشديد لم نصل لهذا المبتغم بالنتيجة اليوم قانون الأمن الغذائي يعني نزولاً عنده رغبة ابناء الشعب العراقي مراعاة لشرائح المجتمع العراقي الإطار التنسيقي حضر جلسة مجلس النواب وبالتالي بعد التغييرات التي طرت على هذا القانون بتعديل على بعض عدد من هذه الفقرات منها مثلاً إضافة فيما يخص المفسوخة عقودهم لأبناء الحجد الشعبي وتثبيت العقود بالنسبة للأجور وتفاصيل كثيرة ومنها تثبيت مادة قانونية لا تسمح أن تتعارض مع قرارات المحكمة الاتحادية يعني أصبح الأمر الآن ويعني واقعاً متجد باتجاه التصويت على هذا القانون لأن هذا القانون هو بالأساس وجده لتقديم المساعدة وتلبية مطالب الشراحة لمجتمع العراقي فبالنتيجة إقرار هذا القانون بوجود مادة قانونية لا تسمح بأن تعارض قرارات المحكمة الاتحادية لا غير أن يصوت الإطار التنسيقي وأن يحضر جلسة مجلس النواب للتصويت على هذا القانون سيد عباس عدد ترحيب بك ثانية هناك تساؤلات من داخل تيار الحكمة نفسه في اليومين الماضيين لا أدري أن كنت تملك الإجابة عن هذه التساؤلات ولكن إذا كانت حكومة تصريف الأعمال لديها بالفعل صلاحية تشريع القوانين أليس بالأجزر بها الذهاب باتجاه إقرار الموازنة؟ يعني بالنتيجة ستة الفاضلة هي أساس الحكومة العراقية الحالية هي حكومة غير دستورية وغير ما تبتلك كافة الصلاحيات التي تساعدها على إقرار هذه القوانين وقرارات المحكمة الاتحادية واضحة بهذا الصدد وأي قرار يسند به جنب مالية غير مقبول ضمن قرارات المحكمة الاتحادية بالنتيجة هذا القرار اليوم الذي يأقر ووجود المادة التي تمنع استخدام أي صلاحيات غير صلاحيات الحكومة العلاقة في المادة السابعة التي خوله وزارة المالية ووزارة التخطيط على القانون والأموال المخاصفية في هذا قانون أمن الغذاء على أساس موازنة الحكومة العراقية بالنتيجة هذا القانون لن يكون بديل الموازنة العراقية ولم تكن به جنب ما لا تستطيع حكومة العراقية صرف جميع الأموال المتاحة والمخصصة في هذا القانون المادة القانون التي ثبتها الإطار التنسيقي هي واضحة وحاضرة ولا يسمح لهذه الحكومة استخدامها باعتبار أن صلاحياتها محدودة في صلاحات الدستورية